ماذا عنى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فظاهر هذا طلب الانفراد بهذا الملك قال العلماء وإن كان ظاهر هذا طلب الانفراد به ولكنه قصد أن لا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره كما سلبه الجني منه قبل ذلك وقيل إنه طلب ذلك ليكون معجزة دلالة على نبوته ويؤيد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ربط الجني في سارية المسجد لولا أنني تذكرت قول أخي سليمان لتركته لصبيان المدينة يتلاعبون به ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي اختلطت عليه بعض آيات في الصلاة وأخذ يتقدم ويتأخر ويمد يده فعندما فرغ من صلاته سأله الصحابة عن ذلك فقالوا يا رسول الله رأيناك تصنع شيئا لم يسبق أن صنعته من قبل قال نعم جاءني شيطان وأنا أصلي بشهاب من نار يريد قزفه على وجهي وأنا ألعنه بلعنة الله وأقول له أعوذ بالله منك وهو يأبى إلا الإصرار فقبضته وشددت عليه حتى وجدت برد ريقه في يدي وكدت أربطه في سواري المسجد ليصبح صبيان المدينة فيتلاعبون به ولكني تذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وقال أبو حيان يرحمه الله تعالى ويرحمني لم يقصد بذلك إلا عظمة الملك وسعته كما تقول لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال وربما كان للناس أمثال ذلك ولكنك تريد تعظيم ما عنده والله تعالى أعلم أما الحجاج فقال إنه كان حسودي استغفر الله العظيم ترجمة نانسي قنقر